مرسومٌ سلطاني رقم 2 على 2023 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي عدونب ألف واحد باء في ولاية صلالة في محافظة ظفار نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بمهوئات المادة الأولى يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي عدونب ألف واحد باء في ولاية صلالة في محافظة ظفار المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعات العامة المادة الثانية للجهات المختصة لاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقاً لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشاري إليه المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في الثامن من جماد الآخرة سنة 1444 هجرية الموافق الأول من يناير سنة 2023 للميلاد هيثم بن طارق سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 3 على 2023 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي أنعار والحماية الجانبية لميناء صلالة في محافظة ظفار نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي أنعار والحماية الجانبية لميناء صلالة في محافظة ظفار المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة المادة الثانية للجهات المختصة الاستيلاء بطريقة التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لإحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشاري إليه المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في الثامن من جمهة الآخرة سنة 1444 هجرية الموافق الأول من يناير سنة 2023 للميلاد هيثم بن طارق سلطان عبان ترجمة نانسي قنقر